سيناريو جاهز لنفترض الآن أنّا سقطنا أنا والعدو سقطنا من الجو في حفرة فماذا سيحدث؟ لنفترض أنّا سقطنا أنا والعدو سقطنا من الجو في حفرة فماذا سيحدث؟ سيناريو جاهز في البداية ننتظر الحظ قد يعثر المنقذون علينا هنا ويمدون حبل النجاة لنا فيقول أنا أولا وأقول أنا أولا سيشتمني ثم أشتمه دون جدوى فلم يصل الحبل بعد يقول السيناريو سأهمس في السر تلك سمّة أنانية المتفائل دون التساؤل عما يظن عدوي أنا وهو شريكاني في شرك واحد وشريكاني في لعبة الاحتمالات ننتظر الحبل حبل النجاة لنمضي على حدة وعلى حفة الحفرة الهاوية إلى ما تبقى لنا من حياة وحرب إذا ما استطعنا النجاة أنا وهو خائفان معا ولا نتبادل أي حديث عن الخوف أو غيره فنحن عدوان ماذا سيحدث لو أن أفعى أطلت علينا هنا من مشاهد هذا السيناريو وفحّت لتبتلع الخائفين معا أنا وهو ماذا سيحدث يقول السيناريو أنا وهو سنكون شريكاني في قتل أفعى لننجو معا أو على حدة ولكننا لن نقول عبارة شكر وتهنئة على ما فعلنا معا لأن الغريزة لا نحن كانت تدافع عن نفسها وحدها والغريزة ليس لها أيديولوجيا ولم نتحاور تذكرت فقه الحوارات في العبث المشترك عندما قال لي سابقا كل ما صار لي هو لي وما هو لك هو لي ومع الوقت والوقت رأمل ورغوة الصابونة كسر الصمت ما بيننا والملل قال لي ما العمل قلت لا شيء نستنزف الاحتمالات قال ومن أين يأتي الأمل قلت يأتي من الجو قال ألم تنسى أني دفنتك في حفرة مثل هذه فقلت له فقلت له كدت أنسى لأن غدا خلبا شدني من يدي ومضى متعبا قال لي هل تفاودني الآن قلت على أي شيء تفاودني الآن في هذه الحفرة القبر قال على حصتي وعلى حصتك من سدانا ومن قبرنا المشترك قلت ما الفائدة هرب الوقت منا وشذ المصير عن القاعدة هاهنا قاتل وقتيل يموتان في حفرة واحدة قلت ما الفائدة هرب الوقت منا وشذ المصير عن القاعدة هاهنا قاتل وقتيل يموتان في حفرة واحدة ونسيت البقية لكن على شاعر آخر أن يتابع هذا السيناريو إلى آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر